هو من واشنطن بالصحفية نادين ساندرس سيدة نادين مرحبا بكي معنا إلى هذه الساعة الإخبارية إذن ترامب إلى الرمق الأخير يجاهد من أجل إثبات عدم صحة النتائج هل يحاول من خلال هذا الإيرباك ربح الوقت في آخر أيامي الرئاسية لتنفيذ بعض الأمور العالقة خاصة فيما يتعلق بالتطبيع كما حصل مؤخرا مع المغرب تحياتي لكم أهلا بك ترامب تصعب عليه الخسارة بالدرجة الأولى هو يناضل لأجل تحقيق مزاعم سياسية أو فوائد سياسية لاحقة أما بالنسبة للتطبيعات يعني قائرات التطبيع التي يبرمها مع بعض الدول العربية لصالح إسرائيل ولصالح السلام حسب ما يفترض أن يكون هي جزء من حملته الانتخابية التي يريد أن يعودها في عام 2024 ويقول أنه يريد أن يعود للرئاسة ويريد أن يحقق يسجل في سجله الرئاسي شيئا يجعله يكسب شعبية أكبر لدى الأمريكيين ولدى العالم أيضا ككل فيما إذا نجح ترامب إحلال قسم كبير من السلام في الشرق الأوسط هو يعتقد بأن هذا سيكون له بصيد في حسابه كشخصية سياسية لأنه يريد أن يكون أول شخصية في العالم وليس فقط شخصية سياسية يعني لديه هذه النزعة الكبيرة ليكون متفردا في العالم بالتميز حسب رؤيا لكن هذه المزاعم سيدنا دين أعتذر عن المقاطعة أسترسل معك إذن من المنتظر أن يلقي جوب عيدا خطابا متلفزا اليوم يعني يتوجه فيه الأمريكيين بعد الأعلان عن نتائج التصويت ما هي برأيك النقاط التي يمكن أن يركز عليها بعد هذه الانتخابات الغريبة في تاريخ الولايات المتحدة بالفعل هذه الانتخابات الغريبة واليوم هو تاريخي أيضا لأن تصويت المجمع الانتخابي سينهي الكثير من الشكوك والتساؤلات حول إمكانية قلب الانتخابات نتائج الانتخابات ما يريد بايدن التركيز عليه بالدرجة الأولى الآن هو السيطرة على وباء كورونا في أمريكا لأن العداد بارتفاع مستمر والإصابات بارتفاع مستمر ونحن الآن قادمون على عطلة الأعياد التي تكاتف فيها الناس مع بعضهم ويحضرون مناسبات فيها تجمعات كبيرة من الآن ترى الأسواق مزدحمة مما ينبئ عن وجود موجة كبيرة قادمة بويروس كورونا ويريد السيطرة عليها أولا ثم ينتقل إلى موضوع الاقتصاد ثم إلى السياسات الخارجية هم يعملون على بعض التوجهات في السياسات الخارجية لضبط أو محاولة إصلاح ما تم تخريبه في عهد رئيس ترانب ولكن بالدرجة الأولى الآن هو توزيع الفاكسين اللقاح هو الذي يسيطر على كل الوضع في الولايات المتحدة سيطرة على وباء كورونا تجديد على أن تلتزم القواعد الصحية لتجنب انتشار موجة كبيرة هذا ما أعتقد قد يتحدث عنه وأيضا هناك الموضوع الإيمان بالدمقاطية شكرا ترجمة نانسي قنقر